نظمت جائزة خليفة تربوية ورشة عمل تطبيقية لتعريف بالمجالات المطروحة بدورتيا الثانية عشرة 2018 و2019 وذلك بجامعة الشرقة وشارك في الورش عدد من المحكمين والفائزين وكذلك قيادات مدرسية وأكاديمية على مستوى الدولة أرأيت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا يحمل بين يديه واحدة من أسمى الرسائل وعظمها على وجه الأرض هو المعلم الذي يقوم بنقل المعرفة لأجيال المستقبل ولا بد أن يكون هناك عنوان للتميز حينما تأتي جائزة خليفة تربوية لنشر ثقافة التميز بين العاملين في مختلف المؤسسات التربوية في عام زايد وفي شهر ستمبر وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة تربوية تم إطلاق الدورة الثانية عشر لجائزة خليفة تربوية في عدة مجالات تسع مجال تندرج تحت 22 فئة وخلال هذه الفترة تم وضع أجندة للأنشطة وفعاليات وورش عامل للأمان العامل الجائزة وبدأناها في عاصمتنا الحبيبة أبو ظبي وحاليا نحن ننطلق إلى إمارة الثقافة في جامعة الشارجة في إطلاق هذه الورش المختلفة الورش تركز على مفاهيم تبادل الخبرات بين الفائزين والمرشحين بالإضافة إلى التعريف بصورة دقيقة للمعايير والمتطلبات التي ينبغي توافرها عند الترشح لأحد المجالات المطروحة في الدورة الثانية عشرة للجائزة من أهداف الجائزة الرئيسة أنه تعريف بالمعايير الرئيسية وآلية التقديم للمتقدمين عندنا مجموعة من الأهداف التي كنا نتكلم فيها من خلال المحكمين والمدربين أنه كيف نوصل المعايير بطريقة سليمة وتكون سهلة وسهلة للراغبين في الالتحاق والتقديم للجائزة ميز نفسك لشعار هذه الجائزة يعني هو دافع كبير على كل معلم وكل شخص أصلا في الدولة لأنه يميز نفسه لأننا دولة تدعم المتميزين وهي أصلا دولة متميزة تتواصل الويرش في عدد من المؤسسات الأكاديمية على مستوى الدولة خلال الفترة المقبلة بما يوسع من قاعدة المشاركة في الدورة الحالية من جانب العاملين في الميدان التربوي تعزيثا لمد جسور التواصل لنشر ثقافة التمييز بين العاملين ويرش متنوعة مضامين مختلفة جائزة تربوية تأتي تحفيزا لدور المعلم في بناء جيل مثقف يحمل راية العلم والمعرفة لأخبار دار محمد الجنيذي الشارقة